أخواني التائب هذا يحتاج إلى من يساعده ويحتاج إلى من يسدده وينصحه ويحتاج إلى من يأخذ بيده يحتاج إلى معاملة خاصة التائب توبة حقيقية جريح كثير يحتاج إلى من يواسيه لا إلى من ينكأ جراحه فتعالوا بنا نذكر بعض القواعد والمعالم في التعامل مع التائبين ونحن نتكلم عن من تاب بصدق لا مراوغ ولا مخادع ولا كذاب تائب حقيقي تائب توبة النصوحة تائب نادم أولا الرفق واللين في دعوة المذنبين إلى التوبة لرب العالمين وقد قال الله لنبيه الأمين واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين لين جانبك كحال الطائر إذا أراد أن ينحط فإنه يخفض جناحه إذا أراد أن ينحط فإنه يخفض جناحه كيف الطائر إذا أراد أن ينحط فإنه يخفض جناحه واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين وفي بر الوالدين واخفض لهم جناح الذل من الرحمة فبما رحمة من الله لنت لهم أمر الله موسى وهارون عليهم السلام أن يلينا بالقول لفرعون الطاغية الجبار في دعوة إلى الله قال تعالى فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى قول له قولا سهلا لطيفا برفق وليل وأدب دون فحش ولا غلظة في المقال أو فضاضة في الأفعال إذا كان هذا في حق فرعون الذي قال أنا ربكم الأعلى فكيف بحال مسلم موحد تائب يقول سبحان ربي الأعلى فالداعي ليس بأفضل من موسى وهارون والعاصي ليس بأخبث من فرعون وقد أمر الله تعالى موسى وهارون باللين مع فرعون فنحن في مخاطبة التائبين أليا لا بد أن نكون في غاية اللين تلا الفضل بن عيسى الرقاشي من الصالحين هذه الآية فقول له قولا لينا فقال يا من يتحبب إلى من يعاديه فكيف بمن يتولاه ويناديه ترجمة نانسي قنقر